تنبيه من مستوى الأول سر المفعول عن أمطار عادية خلال هذه الأمسية تكون معتبرة على الوجهة الغربية أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوي ترتقب دائما أجواء الشبهة العادية تقريبا على جول المناطق الشمالية الساحلة وحتى على المرتفعات احتمال بعض الزخات من المطار خلال إن شاء الله الأمسية على مرتفعات الداخل الوسطى وكذلك منطقة الأوراس كل هذه الأمطار ستلتحق ليلا على الوجهة الساحلة الوسطى والشرقية هبوب رياح قوية على الهضاب العودية الغربية تصل غير 50 كم في الساعة أجواء رعدية كذلك أواخر النهار على شمال الصحراء أجواء مشمسة على الصحراء الوسطى إلى غير أقصى الجنوب مع هبوب رياح قوية مما يعمل على تطير لرمال على الصحراء الوسطى كذلك شمال الصحراء منطقة الوحاد وحتى على أقصى الجنوب خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 24 درجة إلى 29 درجة على الوجهة الشمالية 21 درجة فقط على المشرين العامة والبيض 29 درجة على بشار 28 درجة على ولاية إليزي ترتفع إلى غير ثلاثة واثين درجة على الصحراء الوسطى وحتى على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد درجات الحلق السوى دائما تبقى مرتفعة مع نسبة رطوبة عالية على الوجهة السحرية الوسطى مع 16 درجة نفس المقياس على تيزي وزول بويرة كذلك باتناتر ترتفع إلى 38 درجة وهذا على معسكار غيريزان واشلف لن تتعدى 32 درجة على تلمسان ووهران جنوبا ننتظر 42 درجة على شمال الصحراء على أقصى الجنوب على إنجزا 46 درجة على مقياس على كل من أدرار تميمون وحتى لإنصالح البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول شارية السحر خاصة على السواحة الوسطى والشرقية رياح ضعيفة بحطة للإتراب غربا كذلك رياح متغيرة الاتجاهة ضعيفة لن تتعدى 20 كم في الساعة